التهديد الذي أطلقه رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار بقطع النفس عن 6 ملايين إسرائيلي إذا احتاج القطاع إلى أجهزة تنفس والذي جاء ردا على تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي نفتالي بينت ترددت أصداؤه بقوة في إسرائيل تهديدات السنوار كانت لها تأثيرات مضاعفة فهي جاءت على وقع القلق الإسرائيلي المتزايد من إمكانية تفشي وباء كورونا في قطاع غزة وتداعيات ذلك على إسرائيل واعتباره يمثل مشكلة كبيرة بل وتهديدا استراتيجيا لها كما أنها تزامنت مع النقاش الذي تشهده إسرائيل بشأن سبل التعامل الإسرائيلي مع التطورات في قطاع غزة ففي مقابل تقارير إعلامية تحدثت عن خشية في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من أنه إذا فقدت حماس السيطرة على تفشي الكورونا في قطاع غزة فأن إطلاق النار على إسرائيل سيتجدد أشارت تقارير أخرى إلى أن ثم تاجهات في المؤسسة السياسية والأمنية تعتقد أن أزمة الكورونا وانعكاساتها المحتملة أيضا على غزة تفتح نافذة فرص للتقدم في قضية الأسرة والمفقودين ويمكن بذلك تحويل التهديد إلى فرصة تهديد تفشي كورونا في قطاع غزة تزامن مع عودة سجال الإسرائيلي بشأن ما يسمى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة سجال عد بحسب المعلقين الإسرائيليين العائق الأبرز في وجه ولادة حكومة الوحدة المزمعة بين حزبي الليكود وأزرق أبيض حيث يصر حزب الليكود بزعمة نتنياهو على تنفيذ الضم في أقرب فرصة ممكنة ويتحفظ حزب أزرق أبيض برئاسة بني جانت على ذلك وعلى الرغم من التقلبات التي تسمت بها المفاوضات الائتلافية منذ انطلاقتها فإن آخر المعطيات والتسريبات تجمع على أن أعلان الاتفاق الائتلافي بين الليكود وأزرق أبيض بات وشيكا إثرحا لمعظم المسائل الخلافية العلقة وتزايد الحديث في أوساط المعلقين عن أن أعلان تأليف الحكومة قد يكون حتى قبل عطلة عيد الفصح اليهودي مطلع الأسبوع المقبل